ولنقاش آخر مسترجدات ثورة تشرين يحضروا معنا في ستوديو رافدين الكاتب والباحث السياسي أستاذ حسين سبعوي أهلا بكم نبدأ معكم أستاذ حسين من إصرار الحكومة على استخدام الخيار الأمني من قمع وعنف مفرطين ضد المتظاهرين السلميين كيف يفسر ذلك بعد مرور أربعة أشهر على هذه السلمية التي التزم بها المتظاهرون الحل الأمني نعم استخدمته منذ البداية لأنه لا تستطيع أن تقدم حلول أخرى غيرها مجرد غيرت بعض أنواع الأسلحة في استخدامها مع ضد المتظاهرين أعتقد الحكومة في ورطة من الحل الأمني لأن بالتالي سوف يعاقب أو يحاكم كل من تورط في قاتل المتظاهرين لأن الأمور لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة في كل يوم يقتل عشرات من المواطنين وجرح الآلاف فبالتالي أعتقد أيضا هي في ورطة من هذا الحل نحن نتحدث سيد حسين عن أربعة شهور من التظاهرات والثورة ألف شهيد ألاف الجرحة وحكومة تقول أن هناك طرفا ثالثا هو الذي يقوم بهذه الأعمال ضد الشعب العراقي ويقتل الناس بينما هناك وثائق أو هناك فيديوهات بالصوت والصورة تثبت أن القوات الحكومية هي من تطلق النار على المتظاهرين كيف تفسرون ذلك؟ أولا هو لا يوجد طرف ثالث اليوم الشعب العراقي أدرك بأن هناك طرفين بالمعادلة طرف الشعب وطرف الحكومة لا يوجد شيء اسمه طرف ثالث الحكومة كل الديعات هذه سقطت وكذبة أصبحت مفضوحة وفي حين أنها تتبهى بجهد الاستخبار في كشف المؤامرات وكشف المجرمين وإلى آخره في الوقت وتعجز عن كشف لحد هذه اللحظة لم يكتشف ولا واحد من الطرف الثالث ولم يعرف من قتل هؤلاء الأبرياء لماذا تتمسك بهذه الرواية إذن؟ لأنه ليس لديها رواية لا تستطيع ان تواجه الجمهور وجمهورها بالحقائق ولكن أصبحت اليوم الحقيقة معلومة لدى الجميع لا يحتاج لها تحقيق عميق ولا يحتاج لها تدقيق ولا أي شيء الصورة أصبحت واضحة لدى الشعب العراقي ولدى جميع العالم نعم لدى الشعب العراقي وأيضا لدى المجتمع الدولي الذي تحرك في الأيام الأخيرة سواء على مستوى الدول الأوروبية على مستوى الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الحقوقية إلى أي مدى يمكن أن تكون في الفترة المقبلة إدانات نتجاوز مرحلة الإدانة للمحاكمة محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين عمدا يعني المستمع الدولي هو نعم بدأ يتحرك لكنه ببطء البيانة الأخيرة للسفراء الستعاش وإن كانوا معهم ثلاثة من أعضاء دائمين في مجلس الأمن هذا هو بداية للتدويل وهذا أرعب الحكومة كثيرا وهي عاجزة أن تناقش مثل هؤلاء السفراء لأنه لا تستطيع لا وزارة الخارجية أبدأت رأي ولا الحكومة استطاعت أن تبدي رأي اعتراض بمعنى فهو بداية للتدويل لكن الشعب العراقي لا يمكن أن يحتمل هذا البطء لأنه المستمع الدولي ما زال يتحرك وفق مصالحي فقط وليس يعني يراعي دماء العراقيين ولم يقدم المبادئ على المصالح لحد هذه اللحظة يتحرك وفق المصالح نعم عدم احتمال البطء وحرك ميداني يتخذ أسليب جديدة من الاعتراض بمعنى أن هناك قطع طرق رئيسة قطع جسور في إطار خطوات تصادية يقوم بها الثور إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذه الخطوات والأسليب الجديدة سيد حسين على الحكومة وعلى ميليشياتها؟ يعني أولا الحكومة كانت تريد للمتظاهرين أن يكونوا في موقع ثابت واعتصام فقط وحتى يصيبهم الملل وإلى آخرين وعتمدت على عامل الوقت وعامل المناخ والجو وإلى آخرين الوسائل السلمية متعددة ومتغيرة وأيضا تصاعدية قضية مضوع الجسور والطرق الرئيسية هي الجسور مهم يعني دورة ستراتيجية في حركة النقل داخل مدينة ومدينة بغداد مدينة مزدحمة جدا أي جسر يقطع يؤثر على حركة السير وعلى حركة الوفود وإلى آخره فبالتالي لا يعتبروا أن السلمية هي حالة واحدة موجودين فقط في ساحة التحرير ويتوقفون هذا الأمر تغير قيادات التظاهرات على وعي تام وكيف تغير وسائلها لكي تؤثر على الحكومة وفعلا الأيام الأخيرة بدأ صوتها يصل إلى الخارج ربما نتحدث كذلك عن هذا الإصرار في النصرية باستمرار المتظاهرين في الاعتصام وتشييدهم لأماكن للاعتصام بالطوب والحجارة إلى أي مدى يمكن الحديث اليوم بأن الحكومة بإمكانها أن تنهي هذه الاعتصامات وتفشل الحراكة الشعبية لا يعني أجربت وهي حاولت من البداية أن تفشل هذه الاعتصامات سواء بمؤامراتها بإعلامها بحلولها الأمنية بعلاقتها الخارجية مع بعض الدول مثل إيران وغيرها لكن فشلت بدليل عندما خرجت القوات وأحرقت خيم المتظاهرين في اليوم الثاني كانت هبة مليونية من قبل الأهالي الناصرية واستبدلوا الخيم بالبناء فهي عملية تطورية هو بلد الناصرية مدينة الناصرية التي استطاعت أن تبني الزقورة قبل 3500 عام عاجزة أن تبني اعتصاماتها وتدير اعتصاماتها هذه مدينة حضارية مدينة تاريخية عميقة تعرف كيف تدير شأنها السياسي وكيف تعترض وكيف حتى تحكم ما بعد المعارضة فالحكومة تستخدم وسائل بطيئة وكلاسيكية ولا تصلح للوقت المعاصم سياسيا هناك أنباء عن اتفاق الكتل السياسية على ترشيح علي شكري لمنصب رئاسة الحكومة وهو قيادة في التيار الصدري هل تظن أن الأمر علاقة بموقف مقتدى الصدر من التظاهرات؟ يعني أولا علي شكري ممكن أن يكون مستقيل لا مستقل وهذا حكس مطالب المتظاهرين هو رجل جزء من التيار الصدري وأيضا هو جزء من أحد مستشاري رئيس الجمهورية وهذا دور يبدو أنه دور هناك واضح لرئيس الجمهورية قضية التيار الصدري بالنسبة للتيار الصدري على جمهور التيار الصدري أن يعلموا بأن هذه التظاهرات جاءت لمصالح وجاءت لكي يحصل على حقوقهم لأن التيار الصدري لديه مشكلة مركبة مشكلة التيار الصدري مشارك في الحكومة لديه جمهور محروم فأراد أن يوازن ما بين الحكومة وما بين هذه هذا الأمر كان سابقا هذه المظاهرات فاضحة لا يستطيع أن ينقلب على الحكومة أو العملية السياسية ولديه خمسين نائب وست وزارات ولا يستطيع أن يلبي مطالب جمهور التيار الصدري المحروم الفقير المظلوم أيضا فبالتالي لا يمكن أن يلبي مطالب التيار الصدري وجمهوره إلا من خلال التظاهرات مقتد الصدر احتمد على أنه لا يجوع الذب ولا يبكي الراعي وهذا لا يمكن أن يستمر إلا سابقا كان يستمر ولكن لا يمكن أن يستمر مع هذه التظاهرات لماذا لا يمكن أن يستمر؟ لأن هذه التظاهرات منذ البداية ليست لديها مطالب إدارية خدمية كذلك لديها مطالب سياسية وهو تغيير النظام تغيير العملية السياسية طيب هو جزء منها فكيف يستطيع أن يستجيب لها وهو لدي خمسين نائب هذا الإزدواجية ما حادثت مقبولة لدى الجمهور وأعتقد هناك حتى ردة من قبل الجمهور التيار الصدري عن قياداتها وعودة إلى التظاهرات وهذا ما يطلبه الشعب العراقي اليوم ليست لدى الشعب وردم تظاهرهم مشكلة مع الأفراد ومع أتباع سواء كانوا في الحشد أو كانوا مع التيار الصدري هذه تظاهرات العراق جميعا الحديث أيضا عن هذه استمرار تظاهرات ربما يجعلنا نتحدث أيضا بعد مهلة وطن في النصرية مهلة جديدة اليوم أعلن عنها المتظاهرون في النجف إلى أي مدى ستكون لها صدى مثل صدى مهلة وطن وهل تظن أن الحكومة ستستجيب هذه المرة؟ أنا أعتقد أولا حكومة لا تستجيب ولكن المتظاهرين المتابعين عندما أعلنت الناصرية مطلبها كان هناك تأييد من قبل جميع المحافظات لأي مطلب وطني شرعي فكان هناك بغداد أيدت هذه التظاهرات والمحافظات الأخرى وأيدت هذا الموعد الذي سواء أيدت التاريخ وأيدت المطالب كل مطلب ستجد أن هناك ردود أفعال من قبل المتظاهرين في الساعات القادمة إن كانت هذه المطالب هي مطالب تخدم الشعب العراقي ستجد الاستجابة من بغداد وبقية المحافظات وإن كانت هذه المطالب فئوية مناطقية لن تجد الاستجابة لأن هذا المشروع هو مشروع وطني على المستوى الشعبي لكن على مستوى الحكومة؟ الحكومة لا يمكن أن تستجيب لهذه المطالب لأنه معناها استجابة الحكومة للمطالب معناها نهاية هذه الحكومة والحكومة لا تريد أن تنتهي إذا استعداد تنتحر ولا تنتهي مسألة الحكومة واستمرار التظاهرات في الحقيقة هذه مسألة لافتة ليست بسيطة يعني رغم كل الظروف التي تفضلتم فيها في البداية أن تستمر التظاهرات بهذا الزخم على مدار أربعة شهور ليس أمراً بسيطاً من أين يستمد المتظاهرون الدافعية للاستمرار؟ يعني عدة نقطة النقطة الأولى أولاً المشروع هذا المشروع هو مشروع وطني المشاريع الوطنية والمطالب العليا والأهداف استراتيجية المتظاهرين يتمسكن بها وهي عامل دفع وعامل معنوي له ثانياً الحاضنة الجماهيرية الشعبية الكبيرة لهم الشعب العراقي بغالبيته أو بعمومه هو داعماً لهؤلاء المتظاهرين فبالتالي النقطة الأخرى القيادة التي تدير هذا المشروع وهي غير مؤلنة يبدو أنها على دراية تامة بالشأن السياسي العراقي ومع أساس العراقيين وكيف تدير هؤلاء المتظاهرين من الشباب إضافة أن هؤلاء المتظاهرين هم شباب ليسوا يعني لا ينحبون بسهولة لا ينحبون إلى آخره فعلى المطلب كبير ولهذا السبب تجد هناك إصرار وأعتقد حتى لو استمرت المدة فهم أيضاً صابرين شكراً جزيلاً لك سيد حسين سبعوي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا في الأسد شكراً